النهاردة العالم والطبيب المصري دكتور مصطفى السيد المقيم بالرئة المتحدة واللي كان ضفنا أكتر من مرة وشرفنا هنا في الحياة اليوم كان بيشارك في افتتاح الدورة الثلاثاشر لمرتقى يوم الهندسة المصري اللي بتنظمه جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الكلام ده كان في مركز القاهرة الدولي بمدينة ناصر كان حاضر وزير الاتصالات ورؤساء الجامعات المختلفة دكتور مصطفى السيد قال في كلمته النهاردة أن الشباب هم أمل مصر الوحيد خلال الأوقات الصعبة اللي بتمر بيها البلد وده لأن الشباب بيدونا بدرة خير وأمل لمستقبل أفضل لنا جميعا واتكلم كمان على التكنولوجيا النان وطبعا والشغل اللي عامل دكتور مصطفى السيد في مسألة الجزائيات الزهب متناهية الصغر لاستخدام الكلام ده كعلاج للسرطان ويدي أمل ويفتح يعني طاقة نور لكل المصابين والملايين المصابين ولربنا ابتلاهم بهذا المرض رجع وقال برضو دكتور مصطفى السيد أن كل ثورات العالم ظلت لمدة طويلة حتى وجدت الطريق الصحيح التي تسير عليه وأننا دلوقتي لازلنا في بداية الطريق لكن مش عايزين نكون زي فرنسا اللي فضلت في وضع غير مستقر لمدة 20 سنة لغاية ما ثورتها نكهت فعليات الدورة الثالثة عشر لمؤتمر وملتقى يوم الهندسة المصري انطلقت بتنظيم جمعية مهندس الكهرباء عددا من الشخصيات العامة على رأسها العالم المصري مصطفى السيد شاركوا طلاب الهندسة الفاعلية وشرح للطلاب الخصائص البلازمية وبعض تطبيقاتها في مجالة الطب والهندسة وخاصة مجال النانو تكنولوجي في مصر في معامل أبحاث في النانو تكنولوجي جميلة جدا وفي أنا افتتحت هنا في القاهرة ثلاثة معامل بالأجهزة اللي محتاجينها للنانو تكنولوجي نفسها فيعني احنا مش متأخرين أبدا في الموضوع ده وطبعنا حرفين حضر لكم ان البيولوجي السل الخلية البيولوجية كل حاجة فيها حجمها في النانو ميتر وكناش احنا نعرف دي وكنا نعرفها بس كناش نعرف ازاي نتفاعل معها فإحنا لو نقدر نعمل مواد في نفس الحاجة ونحطها في أي حتة في الخلية نقدر نعمل حاجات جميلة جدا نقوّل الخلية نموت الخلية الملتقى الذي يقام تحت شعار أطلق العنان شهد عددا من مشروعات الطلاب للتخرج في المجال التكنولوجي تعكس قدرة الطلاب على الابتكار وإدارة العمل الجماعي وشاركت جامعات مصرية متعددة في هذه المشروعات التي شاهدها وزير الاتصالات الخلطة السحرية أن هذه الأفكار إن شاء الله يبقالها مرضود إيجابة على الشباب نفسه ومرضود اقتصادي لهم وفي نفس الوقت هذه الأفكار يتم ترجماتها لبرامج تستطيع أن تخدم المواطن المصري في مختلف المجالات شفنا النهاردة مجالات لزاوي الإعاقة إذا هذه الأفكار تقدر تستخدمهم شفنا مجالات لحل بعض مشاكل المرور شفنا مجالات لحل مشاكل الطاقة لمشكلة التلوث المياه أعتقد أفكار كلها وعيدة إن شاء الله لو تم استيعابها وتم إنتاجها بصورة سليمة أضحاء المعادلة اللي أنا أقول تعليم جدير بالذكر أن يوم الهندسة المصري يهدف إلى ربط العملية التعليمية بالمؤسسات والشركات وهذه المرة شارك نحو 43 جامعة مصرية وفريق العمل المنظم هو فريق من المتطوعين الأعمال التي يقدم يوم الهندسة المصري تحاول سد الفجوة بين الباحثين والمهنيين والجامعة للاستفادة أكثر بالخبرة والابتكار وكما يقولون كله خدمة وإثراء للصناعة الوطنية ترجمة نانسي قنقر